السلام عليكم اهلان ومرحبا بكم معي في فيديو جديد كانت من ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو في احسن احوالي اربي اليوم ان شاء الله رحمن الرحيم غادي نقتصم معكم هاد البريوش اللي كيجيرا وعام ان شاء الله بريوش عائلي بمكونات لي هي بسيطة وغادي نفعكم في القوتي ديال الوليداتكم بما ان هذا في الدخول المدرسي كانحتاجو هكال القوتي لوليدات نارة كيجيرا اعب الزاف وكيجي قطني وإسفانجي كانت من ان شاء الله هاد الاقتراح ديال اليوم ان الاعجابكم قبل ما ندوزوا الوصفة ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزة اللي كتشجعني نعطيكم المزيد من الوصفات على بركة الله ما نطورش لكم اندوزوا المكونات ديال البريوش ديالنا هنا بالنسبة للمكونات عندي هنا يا ثلاثة دلمعالق ديال السكر ساندة وعندي هنا يا ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية وعندي بيضة عندي هنا يا حامضة وعندي سكيس ديال الخميرة وصش ديال الفانيلا وعندي معلقة كبيرة ديال الزلداء بدرجات المطبخ وحرارة المطبخ وعندي جوش كيسان ديال الحليب وخمسمائة كرام ديال الدقيق الدقيق دائما كيكون على حسب النوعية ديال وكي تشرب او للا وخنقول لكم خمسمائة كرام ديال الدقيق ضيفوا الدقيق ونتم اكتعجنوا باش تحكموا في القوام ديال العجينة ديالكم ما تكون شتقيلة هنا حضيت الحامضة ديالي خضيت لها القشرة ديال الفقانية وضفت لها جد ساندة وضفت لها معلقة كبيرة ديال الخميرة وكيس ديال الفانيلا نحن ظهر لحليب ضروري يكون دافي مثل الحليب بارد بان إن الوصفت ديالنا فيها الخميرrada ضروري نقوم بذèn الحليب دافي باش تشرب على حاش العجينة ديالنا سوف يخلط ہے المع jungوانة ديال . غني اللي خليها تفعل شوية هنا أقضيت الضيفون هذا ال совремي جاء لي وغني نفصل سفر عن البيض سوف نقوم بذيض dessفر HAch pregunta شوف الضيفين بالظيف لكيس ديالي الحليب حالويات من وزن 8 جرام ونخلط هذه المكونات مع بعضهم وهنا نضيف العصير الحمضة التي اخذنا القشرة في الأول نريد أن نوريكم المفعول لها مع الخميرة كما تشوفوا معي هنا تشوفوا المفعول لها كما تعطي العصير الحمض يعطي العجينة لنا واحد لها شاشة وهي زوينة وكتجي خفيفة وقطنية بحل المحسين ديال الخبز هذا الحمض يلعب بالطور المحسين ديال الخبز إلا ما درتوش العصير ديال الحمض ديروا واحد للمعلقة ديال الخل فكيعطي لهذا البريوش تيان لواحد لها شاشة اللي هي زوينة بزاف وكي يجي قطني صفي هنا درت الخليط ديالي في العجانة انتو ما يمكن لكم تعجنو بيديكم وهنا كان بضاف إضافات دقيق وكان خلط في نفس الوقت وضفت هنا يا قبيصة ديال للملحف الأخر ما تديروش للملحف الأول لأنه قطقة المفعل ديال الخميرة صفي هنا كما تشوفوا العجينة ديالي بعد ما تجمعات لي غضي نضيف لي هذه المعلقة كبيرة ديال الزبدة ضروري تكون بحرارة المطبخ باش تجيسها باش تدوب لنا تضغيها وتنسى جمع الخليط ديالنا صفي هنا غضي نخليها تدلك واحد عشرة دقائق صفي هذه هي العجينة ديالي بعد ما تدلكت غضي نحيدها من هذا البول ديال العجينة وغاضي نوضعها هنا فاضلبوا لليدهنته بشوية ديال الزيز وغاضي نقطيها بالسلوفان ونخليها تخمر حتى يضع في الحجم ديالها ونطلقها ان شاء الله صفي هذه هي العجينة ديالي كما تشوفوا ضع في الحجم ديالها وكتشي واحد العجينة اللي هي رائع بزاف وخفيفة ضروري العجينة تكون على هذا القاوم يلقص حتى العجينة بزاف براه البريوش غيجيكم قاسح ومدقس وغيجيكم مشقق صفي هذه العجينة ديالي كما تشوفوا راكتجي زوينة بزاف وخفيفة وكتلصق هنا يا غاضي نحاول نقسم هالكوائرات اللي هم صغر ديروا كوائرات اللي هم صغر باش يجي شكل ديالهم زوين إلا درتوا كوائرات كبارة غايجي شكل ديالهم يعني من اللي كي يخمروا وكي يضع في الحجم ديالهم ما كيجيوش زوينين في شكل ديالهم هنا يا ندرت الكوائرات اللي هم صغر متساوين صفي هنا يا كان وضع الشوكولات في الواسط خديت عندي هنا يا الشوكولات اللي قطعت والترايفات صغار انتم ما استعملوا اي الشوكولات كيتوفر عندكم انا هدا غيث شوكولات قالا قطعت والترايفات صغار وكان وضع في الواسط وكان حاول نسد مزيان باش ما تحلش ليا العجينة في الفران صفي كما كتشوفوا معي هنا يا كان وضع القطاع دير الشوكولات في الواسط وكانسد وضعها في اللاطا بالنسبة للاطا اضعت الأيطار اختيت هذا الأيطار اللي دهنته بورق الزبدة ولبسته بورق الزبدة في الجوانب سوف نضع الأيطار هذا هو البرايوش كما ترى بورق الزبدة سوف نضع الأيطار وضع الحجم اضعت صفار ديالبيض وضفت له حليب ومع القاة صغيرة ديال الخل سوف نضع الأيطار بورق الزبدة سوف نضع الأيطار وضع الأيطار سوف نضع الأيطار ومع القاة صغيرة اضع الأيطار سوف نضع الأيطار سوف نضع الأيطار نجلان أو لعبة كوكون كاسي أو أحسن بلدك بمشكل جيد سوف ندخل الفران كما أقلت لكم سخنته بمشكل جيد سوف ندخل الفران و نقص العافية على 180 و نشعل عليه غير ملتحت حتى يتحمر لها ملتحت نشعل عليه ملعافية حتى يأخذ اللون الدهابي من الفوق هنا في الوسط نوضع حبيبت الشوكولات لذلك يعطي المنظر اللي هو زوين في الأخير نحاول نوضع حبيبت الشوكولات تزين كيف يكون اختيار ديالكم تزينوا بأي حاجة تفضلوا أي حاجة نتوفر عندكم ليس ضروري تفضلوا هاتزين اللي درت انا سوف ندخل الفران و نتلقى ان شاء الله مع الشكل نهائي دياله نحن نعرف الوصفة الاخر و تكون هذا هو الشكل نهائي ديال بريوش ديالي كما تشوفوا بعد المخرج شمر الفران رأي خليته تحمر و اخذها اللون الدهابي الرائع راكيجي زوين بزاف راكيجي رائع كما تشوفوا معي الخفة ولها شاشة والله العاضي ميلاد الوصفة رائع بزاف و كان نصحكم تجربوها ما غاديش ندموع لها لأنها اقتصادية و سهل للتحضير و غادي تنفعكم القوتي ديالكم القوتي لوليداتكم كما تعرفوا ده بمع المدرسة كان مغيون القوتي لوليداتنا راكيجي رائع بزاف وساهل و احسن من سقطة ديال الحاند يستحسن تصيبوا هكا الوليداتكم الحاجة في الطار و اللي كتكون زوينة و صحية و مفيهاش محسينات و موحدة حافظة هنا كما كتشوفوا غا نقطع معكم واحد رايف باش شفوا الشكل ديال البريوش ديالي راكيجي رائع بزاف و كيجي خفيف 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 و رائع كما كنوريكم دائما دائما ضروري نقطع لكم الحاجة باش شوفوا الشكل ديالها من الداخل باش تزعموا باش تجربوا الوصفة الوصفة اللي هي رائعة و كتستحق التجربة كنتمنى ان شاء الله تعجبكم و ما نكونش تولت عليكم في الفيديو او هناك نكون وصلت نهاية الفيديو دياليوم دمتم في حفظ الله و رعاياتي و الى الفيديو القادم ان شاء الله خليت لكم الرحاة و مع السلامة اشتركوا في القناة